هذه الزيارة الميدانية للعيون والترفاية هي للطلاع على وضعيات المحاكم وعلى طريقة اشتغالها وعلى الاحتياجات ديال المرفق العدالة ايضا هي زيارة دلالات للتأكيد على الاهمية التي تحظى بها الاقاليم الجنوبية في استراتيجية الوزراء مجموعة الاعتمادات التي رصدت للمشاريع هذه السنة تتجاوز 195 مليون درهم تقضي بانشاء محكمة ببناء محكمة ابتدائية جديدة في العيون ببناء محكمة ابتدائية في الداخلة ببناء محكمة ابتدائية في السمارة وببناء مركز للحفظ الجهوي هنا في العيون كان ايضا معينة المشاريع وتباحث مع المسؤولين في المعنيين بتنفيذها على ارض الميدان تشلنا مركز القاضي المقيم في طرفاية وهو بناية حديثة كبيرة ثم قمت بزيارات ميدانية لمرافق العدالة خاصة لقسم قضاء الأسرة فساعدت بالمجهود الكبير الذي تبدله القاضيات والقضاة في المحكمة من أجل تجويد الخدمة القضائية ومن أجل تقديم خدمة على احترافية عالية وتأثرت حقيقة لانخيرات كل المحكمة في مجهود الرقمنا في مجهود الرقمنا وفي مجهود استعمال وسائل تقنيات الحديثة في مجال القضاء إذن كما تعلمون هذا مشروع المحكمة الرقمية هو طموح وطني كبير نسعى إلى تحقيقه في أفق 2021 هو تحول جوهري سينقل الممارسة القضائية من مرحلة إلى مرحلة أخرى العالم يتغير رهانة هذا العالم الجديد متعددة والرقمنا ولجت كل مناحي الحياة كل مناحي الحياة إذن فلا بد أن ينقرط العمل القضائي وأن تنقرط العدالة في مواجهة أسئلة هذا التحول لإنجاز تحول رقمي حقيقي لا يتوقف عند تقديم بعض الخدمات وإنجاز بعض المساطر عن بعد ولا مادية الاتصالات بل هو مشروع متكامل شامل عميق يدخل الرقمنا في بناء مرفق العدالة وأنا سعيد أن هذا الإنجاز هذا الإنجاز أو هذا الرهان ينجزه مهندسات ومهندسون مغاربة من خلال تضحيات وجهد مكثف لرفع هذا التحدي الآن نحن بصدد أيضا التقعيد القانوني للمحكمة الرقمية وإدخال البعد الرقمية في كل المساطر التي نشتغل عليها خاصة في المسطرة المدنية وفي المسطرة الجنائية هناك أورش كبرى تم فتحها مع المهن القضائية لإنجاز منصات التواصل وإنجاز لا مادية التعاملات خاصة مع المؤتقين والعدول والمحامين إذن هو ورش كبير في بدايته نطمح أن تنخرط فيه الجامعات نطمح أن ينخرط فيه الإعلام وأن تنخرط فيه شبكات التواصل الاجتماعي لأن الهدف هو أن يكون القضاء في بلادنا وأن تكون العدلة في بلادنا في السنوات المقبلة في عمق هذا التحول الرقمي الذي يشهده العالم وحقيقة كل ما ينظر المحاكم وإلا أزداد اقتناعا بحتمية الإسراع في إنجاز هذا الورش فاليوم القضاة وكتب ضبط وكل مهن القضائية تستعمل الحاسوب تتعايش مع الرقمنة والتكوينات الجارية في المحاكم وفي الوزارة تهيئ كل الظروف للسيطرة ولتطويع الرقمنة للعمل القضائي والإصلاح القضاء ومشروع تاريخي ومشروع ملك يقوده جلالة الملك محمد السادس ويرعاه ويشرف عليه تقطعت فيها عدد القطوات كبيرة منها استقلال مؤسسة للسلطة القضائية انتقال رئاسة النيابة العامة من وزير الوكيل العامل الملك لدى محكمة النقد والتحولات هي الآن بصدد تفكيري فيها هذا الوحيد تحول بهذا الحجم كان لابد أن ترافقه مجهود لتحديث تشريعات ولملاءمتها مع المعطيات الجديدة إذن صاد قدمنا مخطط شريعي ولابد أيضا كراما لزملاء السابقين من وزراء وقضاة أن أقول أن هو الإصلاح عمل تراكمي عمل تراكمي يسهم فيه الجميع وكل واحد يعمل لبي نديلوه في هذا المشروع التاريخي فإذن لابد المستوى تشريعي أن أذكره بقانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العامل الملك لدى محكمة النقد عملنا قانون جديد للتنظيم القضائي عملنا إصلاح القانون المنظم لسندوق التكافل العائلي عملنا إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة وهو إصلاح عميق لمنظومة مساطر صعوبة المقاولات وهذا الإصلاح مكن بلادنا من تحسين وضعيتها في ترتيب مناخ الأعمال انتقلنا من 69 إلى 60 المصادقة على هذا القانون لأنه في ترتيب مناخ الأعمال هناك مؤشرات كبرى يتم الاعتماد عليه منها مؤشر الأعصار وفاد مؤشر الأعصار بفضل هذا التعديل الكتاب الخامس ربحنا 63 نقطة إذن لابد في هذا طبعا تحلل أن نأخذ بعين الاعتبار أن الشريع يجب أن يرافق المجهود التنموي والاستثماري في المغرب وأن يوفر المناخية التي تسمح بأن يلعب القضاء دوراً إيجابياً وحاسماً في تنقية المنظومة العامة لاستثمار وفي تجويد وتحسين مناخ الاستثمار إذن الآن سنتقدم عنا أمام البرلمان قانون جديد للتب الشرعي هناك قانون مشروع القانون الجنائي الآن أمام الجنات الشريع في مجلس النواب وهناك في المشروع التاريخي وهو مشروع إصلاح المسترى الجنائية وتعديل المسترى الجنائية ويوجد الآن في محطات في لمسات الأخيرة في الأمانة العامة للحكومة هناك إصلاح المسترى المدنية وهناك كثير من المشاريع التي نحن بصدد الانكباب عليها تمكننا من إخراج عدد هام من القوانين في سنة الماضية والطابع العام لهذا المشروع أو هذا المخطة الشريعي هو الحرس على أن تكون كل التشريعات الجديدة ضامنة لحقوق الإنسان موسعة للحرية العامة والفردية مكرسة لدولة الحق والقانون مستحضرة لكل ما صدق عليه المغرب من اتفاقيات وما تتضمنه من قيم خاصة فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة قرينة البراءة حقوق الدفاع إلى آخره فإذن هذه المنظومة العامة مثلا في السنة اليوم أمام المؤسسة أمام البرلمان مشروع قانون تقدمنا به لتغذية الموضوعين رهنا الحرس النظرية حقا أن هذا قرار تاريخي وتشريع تاريخي أنه من التي يوجد عدد المواطنين أنفسهم رحنا على اعتقال الحياطي الموضوع التغذية لهم كان موضوعا غائبا إذن اليوم عملنا تدخل شريعي وقانوني وأكثر من ذلك رصدنا الاعتمادات الضرورية لذلك في الميزانية بشي يتمكنوا من تغذية المعتقالين أو الموضوعين تحت الحراس النظرية في مخافر الشرطة ومراكز الدركة هذة تشريعات هذه يساهم فيها الجميع هي ثمارة مجهود وطني واسع للتوافق مع كل المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة نيابة عامة ومهن ووزارات معنية ومجتمع مدني لأن التشريع يجب أن يعبر عن واقع وأن يعبر عن طموحات المغاربة جميعا وأن يسهم في تطور المصاري الديمقراطي لبلادنا إذن هذا الورش واللي فيه أمور أخرى في مثلا سنتقدمه بمشروع قانون عدد مشاريع القوانين حقيقة ستنقل التشريع الوطني ليكون في مستوى اللحظة التاريخية التي نعيشها بكل تمظهراتها وبكل تطوراتها وبما كرسته من مكاسب إذن نحن نعيش في ذلك دستور جديد نعيش في عالم يتغير بشكل يومي نعيش في عالم تحقق فيه الرقمنا والتكنولوجيا اختراقات يومية إذن لا يمكنه للتشريع أن يضل أن يضل تشريعا تقليديا ومحافظا وغير مواكبا لتحولات أيضا لابد أن أشيد بالتجاوب الكبير لكل الأحزاب السياسية معارضة وأغلبية داخل مجلس النواب وداخل مجلس المجتشاري الأمر الذي مكننا من أن كثير من النصوص التي نتقدم بها تحظى بدعم كبير وبعناية مميزة لاقتداع الجميع بأن هذه النصوص تنخرط في مشروع يستهدف أولا تطور المغرب وترسخ العدالة وحقوق الإنسان مسألة التكوين مسألة استراتيجية في هذه الضرفية التاريخية لأننا بحاجة إلى جيل جديد من القضاء إلى جيل جديد من كتب الضبط إلى جيل جديد من ممارس المهن القضائية ليحملوا هذا الإصلاح ويترجموه على أرض الواقع إذن القضاء المغربي أنتج عبر مساراته الطويلة اجتهادة مميزة أفرزت أهرامات قضائية كبيرة نفتخر بها وبفضل جهودها، بفضل تضحياتها، بفضل نزاهتها واليوم نحن بحاجة لمؤسسات التكوين لإنتاج أجيال جديدة تواصل هذا الفعل القضائي، هذا الاجتهاد ولكن أيضا قادرة على التجاوب مع رهانات الرقمنة وبع تحديات وتحولات العالم الجديد لأن التكوين يعطيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونعطيه نحن في وزارة العدو يعطيه المغرب بصفة عامة بصفة عامة أهمية كبيرة نحن أيضا بصداد التفكير في صياغ التكوين الأساسي وأيضا التكوين المستمر لأن التكوين المستمر مهم جدا للأجيال التي تم تكوينها قبل سنوات طويلة لكي تتعرق أو لكي تتملك تتملك كل التغييرات والتطورات الشريعية التي حصلت في بلادي سنة في المعادة العالي الاتصال والتي ستزداد أهمية في السنوات المقبلة تكوين القضاء في مجال التواصل تدريس اللغة الأجنبية واللغة الأمازيغية كلغة وطنية إضافة للغة الأجنبية اليوم القاضي أو المسؤول القضائي بتعبير الأدق مدعون إلى التواصل مع مجتمعهم مدعون ولكي يتواصل بشكل جيد ومحترف يجب أن يكون على الطلاع على هذه الحرفة وعلى هذه الصناعة وما يحكمها من تقاليد وما يحكمها من الشريعات وما يحكمها من أخلاقية حتى أيضاً أن القضاء هو يتعاطى يتعاطى مع الإشكالات التي قد تفرزها الممارسة القضائية وقد تصل إلى ساحات المحاكم أن يكون ملماً بهذا الحق المهني وخبيراً في ما يحكمه من قيم ومن قوانين ومن أعراف والآن نحن نعيش مجتمع المعرفة ونعيش مجتمع التواصل وخاصة أشكال التواصل الجديدة من صحافة ضقمية من شبكة التواصل وفتقل من ساحات المعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر